صديق الانسان ازايك عامل ايه واربرك ايه على سطح كوكبنا اللطيف الامر ده اتمنى يا ربي كن بخير وتوحشناك بزاف ان شاء الله النهارده هنتكلم عن صنائي اسود قدر يخلينا كلنا نحترمه ونرفع له القبعة كمان بسبب اللي بيعملوه حاليا في الادغال اتنين اخوات بيعتبروا من اقوى صنائيات الاسود في مصاي مارا وفي افريقيا كلها حاليا اتنين قدروا يتغلبوا على تحالفات كبيرة كتير وضربوهم وعلموا عليهم كمان لا ده احنا يقل بينا بقى من جلس اسبينس كتير ندخل في الدهليز على طول ونتعرف على صائد الحمير الوحشية تحالف ماجي يا فيسي بس زي ما احنا متعودين صديق الانسان قبل الكلام واجب السلام السلام عليكم ورحمة الله بركاته فيديو جديد من اسطير الاسود صديق الانسان احنا دلوقتي موجودين في قلب مصاي مارا وبالتحديد في قلب ادغال نبويشو وهنرجع بالزمن لاواخر سنة 2016 وهندخل لقلب قطيع اناس اسمه قطيع اناس ماجي يا فيسي في الوقت ده يتولد في القطيع شبلين ذكور من تحالف اسمه تحالف ذكور بايا القدامى الشبلين دول واحد منهم هيتعرف باسم بولي والتاني هيتعرف باسم لمبر وبعد ثلاث سنين بالزبط بولي واليمبر هيخرجوا من زمرتهم ويسيبوا ارضهم علشان يطلعوا يشوفوا بقى الدنيا فيها ايه والمستقبل اللي مستمنيه وفعلا تلعوا وبيتشردوا وبيتجولوا وبيتعلموا ازاي يصطادوا بنفسهم ومن غير مساعدة امهاتهم الاخرين كان عندهم عادة غريبة جدا وهي انهم بيعشقوا لحم الحمير الوحشية يعني لو كان قدامهم لحم غزال وجموس وفيل هيسيبوا كل انواع اللحم دي وهيروحوا اللحم الحمر الوحش المهم بقى انهم عمروا الايام والشهور وكمان السنين كانوا كبروا ونضجوا جسديا وبقوا مستعدين يحكموا ارض واناس وفعلا استولوا على ارضهم الاولى بعد ما تردوا تحالف الكيسيسيوس بويز التلاتة واسادين مونيكو بويز وكمان قدروا انهم يهيمنوا على قطيع اناس والكيني وتزوجوا معاهم وخلفوا منهم زربيحة اشبال كتير ومن وقتها بقى اثبتوا انهم مش هيكونوا اي اسادين والسلام لقدوا لسنائقا وشجاع فعلا وبعد ما استقروا فترة في قطيع اناسهم الاول بولي ولمبر بيقراوا انهم يتوسعوا اكتر في الارادي ويشوفوا بقى نسوان جديدة وفعلا رحوا هاجرين القطيع ده ونزلين لنبويش وسيطروا على قطيع اناس جديد هناك والاهم بقى انهم مسكوا اسد من تحالف رونجاي بويز التلاتة وردنوا علقة محترمة وهرب منهم على اخر اللحظة وعلى طول بيحصل بينهم تاني وبين قصود الكيسيسيوس بويز حوارات ومنواشات كتير اسادين ماجيا فيسي من اكتر التحالفات النكحة فعلا في المصاي مارا وضربوا واتردوا تحالفات كتير وبرغم ان التحالفات دي بالورقة والقلم بتتفوق عليهم عدديا الا ان اسادين ماجيا فيسي اسكية جدا وبيعملوا حركة في منتعى الخباسة يعني لو داخلين على تحالف فوق الاسادين بيزبروا لحد ما يصطادوا كل واحد منهم لوحده ويعلموا عليه ودي حركة بتقلب الاية وبتخليهم هم المتفوقين عدديا وقتها بولي ولمبر خلفوا 15 شبل زكر وانسة في قطيع اناسهم الاول القطيع اناس قول كين الجنوبي قبل ما يهجروهم وحاليا بقى بيسيطروا على قطيع اناس الكيسيسيو برايد اللي بيتكون من 16 لبقى دفعة واحدة وفعلا هم اتزوجوا معاهم وفي لبقات منهم حامل حاليا وفي لبقات كمان خلفت بولي ولمبر ومع كل النجاحات دي لسه سنهم صغير يعني هم عمرهم 7 سنين تقريبا بس ولسه قدامهم كتير يقدموه في البارية ومن المفرقات بقى اللي اتضحك ان تحالف ماجيا فيسي حاليا بيسيطروا على قطيع اناس الكيسيسيو برايد ودول يبقوا هم الامهات اللي خلفوا الاد اعداءهم تحالف الكيسيسيو سبويز الثلاثة اللي بيتعارقوا معاهم على طول وعلى الجانب التاني بقى الكيسيسيو سبويز الثلاثة حاليا بيسيطروا على قطيع اناس الكيني الجنوبي وده كان اول قطيع بيسيطر عليه تحالف ماجيا فيسي تقريبا كده التحالفين دول مقدر ليهم انهم يفضلوا يجروا رواعد الحد ما تحصل الملحمة بينهم كمان متوقع ان ايرس بولي ولمبر يجبر اكتر مع الستاشر لابو اللي بيتزوجوا معاهم حاليا حاجة تحزن والله لما تشوف اسادين اتنين بس في اول قطيع اناس ليهم سبوا وراهم 15 شبل زكر وانسة وفي القطيع التاني احتمال كبير ان الرقم ده يتضاعف مارتين او 3 في حين ان المبوغو التحالف الاقوى والاشرس والاعنف في تاريخ الاسود مفيش ليه شبل زكر واحد في البرية وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من اساطير الاسود صديقي الانسان الجميل الحبوب من وجهة نظرك مين اقوى تحالف اسود بعد المبوغ اكتب لنا اسمه تحت في التعليقات وان شاء الله استمنونا في حلقات جاية اقوى وامتع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته